ناشئ الصغير أحمد كوكا برضو تدعايات كورونا واخد أجازه شهر ونص أيوه معادي اللي قالي بعدين مضطر ربما يكون كان مضطرا هنقشها بعدين دي أسباب ليه برضو أن احنا تأخر الدفع بالأساسيين وعندما دوفع بهم دوفع بهم مرة واحدة لكن أكرم توفيق سافر رفقة الدكتور أحمد أبو عبلة إلى ألمانيا ليخضع لجراحة الرباط الصليبي اللي بنتمنى له يا رب منها عملية نجاحة وإن شاء الله سرعة العودة للملاعب بإذن الله أكرم أصيب في فترة كان في قمة توهجه وفي قمة انطلاقته وفي قمة مستواه سوى مع المنتخب في كاس الأمم أو ما كان ينتظره مع أهلي كان واحد من المرشحين لجائزة الأفضل في البطولة لكن الحقيقة الإصابة جات في توقيت قاتل جدا وإصابة مؤثرة نتمنى له سرعة وتمام الشفاء منها إن شاء الله ربنا هاش في الجميع ونقدر نسترد يعني 3-4 لعبهم مهمين جدا ويحمي الباقي قبل البطولة اللي نتمنى الأيام المتبقية تكون كافية نحن نجاهز أكبر عدد من اللاعبين ونتمنى إن النهاردة كمان نقدر نحاول نطمن حضراتكو على كل أحوال لعبتنا سواء الشناو اللي أصيب بشد في العضلة الخلفية أو كمان حمد فاتحي اللي أصيب بشد في الضمة الاتنين ومحمد شريف كمان فبالتالي ليه لعبت الأهل بس الإصابات الغريبة دي يا باشواندس سواء مع النادي أو المنتخب قضاء الله سبحان الله يعني الأول إحنا شكينا في ملعب التيتش شكينا في الأحمال إحنا بقنا 3-4 سنين أنا تحليل الوعيد وبعدين مع المنتخب يحدث نفس الأمر هل نتيجة الضغط المتتالي على وعدم الحصول على الراحة الكافية وتلاحم المواسم بالنسبة للأهل بأن 3-4 مواسم بالطريقة دي ما فيش سبب تاني غير كده دلوقتي أمامي يعني لكن هو قضاء الله الذي يجب أن نقبله ووفرة اللعبة ربما تكون يعني فيها الحلول ولكن أيضا القرار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة عشان تأخذ أفضل ما لدى لعبتك أرجو أن الأهم المتبقية تكون كافية لهذا نتمنى بإذن الله